موسيقى 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 وراحوا دمهم راح وسط الهوجة زي ما بيقولوا وكانوا دول نحسبهم شهداء ان شاء الله وربنا يرحمهم ويخسر لهم واتمنى ان احنا في ذكرى 25 يناير بكرا ان شاء الله نحتفل بعيد الشرطة ونفتكر شهداء ثورة 25 يناير بالرحمة ويعني ما نسمحش اللي تسببوا فيها واللي ضيعوا عمر ولادنا كل سنة وحضراتكم طيبين النهاردة ان شاء الله هنتكلم في اهم حصاد سنة 2019 اقتصاديا حصل عندنا حاجات كتيرة جدا في 2019 علشان كده هنكون معاكم النهاردة وحتى اول حلقات برنامج مصر الريادة هنبدأها بالحصاد الاقتصادي اللي حصل في 2019 وحيعمل لنا ايه وايه هتكون نتائجه معانا في 2020 واحنا في بداية لسه السنة في شهر يناير كل سنة وحضراتكم طيبين وان شاء الله السنة دي تكون سنة من السنوات الجميلة على مصر ونتمنى ان شاء الله ان كل الامة العربية تبقى في خير وامان وامن هطلع فاصل صغير وحرجع لكم تاني بعد الفاصل مع الخبير الاقتصادي المعروف بلال شعيب عشان نتكلم عن اهم حصاد 2019 وان شاء الله هيأثر فينا في اقتصاد مصر ايه في 2020 فاصل صغير وارجع لحضراتكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اهلا بيكم مرة تانية ورجع لكم بعد الفاصل وبرنامج مصر الريادة ولسه معاكم وحنتكلم على كل حاجة في برنامج مصر الريادة زي ما قلت لكم برنامج مصر الريادة اقتصادي سياسي اجتماعي هنتكلم في كل فني كمان في كل حاجة هتخلي مصر في الريادة وحنتكلم مع اهم رواد موجودين في مصر في جميع المجالات حبيت ان انا اول حلقة من حلقات البرنامج تكون عن الاقتصاد المصري واهم احداث الاقتصاد المصري في 2019 عشان كده كان لازم يكون معايا الخبيل الاقتصادي المعروف واللي الحقيقة دايما بيشرفني وبينورني الوستاذ بلال شعيب ارحب بحضرتك اهلا بحضرتك والسلام مشاهدين اخبارك ايه؟ الحمد لله 2020 عامل ايه معاك؟ الحمد لله بخير اعتقد سنة 2020 دخلنها بتفاقل كبير باذن الله ان شاء الله انا قبل ما ابتدي اتكلم معاك على حاجة فيه موضوع صغير كده عايزة اتكلم فيه واخد رأيك فيه فيه ناس كتيرة جدا بدأت تعمل شغل يعني ناس ما بيشتغلوش ما عندهمش اشغال ولا موظفين ولا كده منهم كتير بنات ستات بيوت منهم كتير اولاد ما عندهمش عمل فكروا فيه موضوع التسويق عن طريق شبكة الانترنت عن طريق صفحات على الفيسبوك عن طريق مواقع يعني اممكن انا معايا مثل احب اقولكو عليه مثلا فيه صفحة من الصفحات بتنزل جميع الحاجات اللي الانسان محتاج لها في البيت محتاجين ملابس محتاجين احزية محتاجين شنط محتاجين حاجات للاطفال محتاجين كل الكلام ده كله الصفحة دي مثلا بتنزلها الصفحة دي ممكن انا متحيزة لها شوية لاني تعاملت معاها شخصيا واشتريت منهم حاجات كتيرة جدا جدا الصفحة اسمها بوبا شوب انا عايزة من هنا اقدم التحية لصحبة هذه الصفحة البنت دي هي بنوتة جميلة جدا عندها لسه متجوزة بقالها كم سنة ربنا مديها ولد وبنت وان شاء الله ربنا يحفظهم لها وحبة انها تشتغل حبة انها يكون عندها دخل ففكرت انها تعمل نوع من انواع التسويق وهي قاعدة في بيتها بتراعي اولادها وبتخلي بالها من كل حاجة وعملت بوبا شوب الصفحة دي الصفحة زي ما بقول لحضراتكم عاملة شغلة حلوة جدا بتجيب منتجات حلوة جدا بتوفر علي ان انا انزل السوق واخد وصلات واركب عربيات او ملاقيش ركنة العربيتي حاجات كتيرة جدا وبشوف الحاجة وبشتريها وبتجي لحد ده من الامثال زي البنوتة يعني هي انا هقدم لها التحية هيبة الله الاباني بسلم عليها وبانقل لها تحياتي وتحياتي كل الناس تحياتي لكل الناس اللي بتعمل شغل واللي عايزين يعملوا لنفسهم مستقبل ويعملوا لقمة عيش استاذ بلال عايزك تقول لي رأيك ايه في مثل هذه الانواع الشغل ده المستقبل بالنسبة لي التجارة النهاردة هو تسويق الالكتروني الجارة العرفي زماني كان اي حد يخش في مجال التجاري انه بيكون عنده محل او يكون عنده مكان بيزاول فيه المهنة فبيكون عنده مخزون النهاردة احنا رايحين لفكرة ما احتفظش بمخزون ما عنديش مخزن ما عنديش محل انا عندي الفكرة وعندي الصفحة اللي اقدر اسوأ بيها وده ما يسمى بالتجارة الالكترونية او التسويق الالكتروني وده المهاردة وده يقضنا لي في حد اسمه جاك ما وده اللي هو مؤسس لموقع علي بابا في الصين اه طبعا ده من اشهر الناس اللي هي استفادت من الانترنت واستفادت من التطبيقات اللي موجودة على شبكة المعلومات الدولية انه هو يقدر يربط المصنع بالمستهلك النهائي وده هيأثر كتير قوي من الحلقة اللي فيها تداول السلعة من ايد ليد لان كل ما أنا بتداول السلعة من ايد ل قيد فبالتالي سعر السلعة نفسه بيرتفع لكن لما أنا اكون عندي ما عندش احتفاظ بالمنافسوس من المصنع على طول مش همعديش قدر مصنع بدل ما يكون التجارة القديمة او التجارة التقليدية في عالم التجارة التقليدية كان عندي المصنع او المصنع وبعد كده عندي تجر الجملة وبعد كده عندي تجر التجزئة وممكن ما بين تجر الجملة وتجر التجزاء يكون فيه عدة وسطاء فبالتالي كل ده بيحمل تكلفة زيادة على المنتج وبالتالي سعره بيزيد ويدفعنا لمزيد من التضخم لكن لما بيكون فيه النهاردة تسويل إلكتروني بيبسط من سعر السلع بيقدر يعمل عروض بتواكب كل الأزواء وتواكب كل مستوات الدخل أنا مبسوطة قوي بحقيقة بالفكرة التسويل الإلكتروني لأن أنا واحدة من الناس هتكلم عن نفسي شخصيا أنا صعب قوي بالنسبين أنا أنزل أعمل شوبينج وأخش محلات وملقيش مكان أركن ودور على تاكسي أو أخذ وسيلة مواصلات لا ده كمان بيقدم لك خدمة تانية خدمة التوصيل لحد المنزل الحاجة بتجي لك لحد البيت وكل اللي عليك أن أنت أولا شوف أنت شغلت كم حد شغلت المصنع وشغلت الصفحة اللي هي صاحبة الصفحة وشغلت كمان الدليفري اللي هم بيجيبوا لك الحاجة أو شركة الشحنة اللي بتجيب لك البرودكت بغاية البيت عندك وزي ما قال الأستاذ بلال شعيب ده المستقبل التجارة الإلكترونية وتسويل الإلكتروني هو المستقبل فتحية مني لك يا مادام هيبة وتحية لكل البنات والولاد اللي بيشتغلوا عن طريق التسويل الإلكتروني وباتمن لكم من قلبي التوفيق يا رب وطبعا الصفحة بابا شوبه قدامنا هي أنا عايزة كلنا ندعمها وخشوا عليها وتفرجوا واشتروا وشجعوا الناس اللي بيحاولوا أن هم يعملوا دخل البيوتهم والنفسهم وفي نفس الوقت بيقدموا لنا خدمة وإحنا مرتاحين وعاديين في بيتنا شكرا وتحية لحضرتك أستاذ بلال لو جينا نتكلم بقى في مصر الريادة وريادة مصر الاقتصادية أكيد علشان لكون في مصر الريادة مصر تكون في الريادة في 2020 أكيد إحنا عندنا خطوات كتيرة عدت في سنة 2019 في رأيي أن عام 2019 هو عام جني الثمار لبرنامج الإصلاح الاقتصادي اللي بدأته الحكومة سنة 2015 سنة 2015 بدأنا برنامج الإصلاح الاقتصادي خلينا نوجه تحية لي الشعب المصري إنه كان البطل في ملحمة الإصلاح الاقتصادي المصري إنه تحمل فاتورة الفاتورة كانت غالية جداً كانت الفاتورة دي أصعب ما فيها هو ارتفاع أسعار السلع والخدمات ونقص في الزيادة السنوية في الدخول فبالتالي رفع الدعم الزيادة اللي كانت موجودة طبعاً رفع التدريجي للدعم الزيادة اللي كانت موجودة في الدخول لم تواكب الزيادة اللي كانت موجودة في أسعار السلع والخدمات فخلينا نقول إن الشعب المصري تحمل فاتورة غالية جداً فهو كان البطل الأول في برنامج الإصلاح الاقتصادي ساعة كتير قوي أنه هو تحمل عبء كبير قوي عبء فاتورة الإصلاح الاقتصادي سنة 2019 هو كان عام جنيه الثمار سنة 2019 أقدر أقول لحضرتك أن السنة دي اللي تم توجيه ضربة شديدة قوي لكل المتلاعبين في السوق اللي كانوا أولهم طبعا تجار العملة لأن لما نشوف أن سعر الدولار بدل ما كان فيه طلب زايد على الدولارة وأننا نحتفظ بالعملة الدولارية بدأ يحصل عملية طرد للعملة الدولارية ما بقاش الناس في السوق تحت ما بقاش عنده ثقة قوي أنه يحتفظ بالعملة الدولارية وبالتالي ده راح ناحية فكرة العملة المحلية ساعة ده عدد من الظروف فخلينا نقول أن أول حاجة لو قلنا أن أول جنيه دي الثمار الإصلاح الاقتصادي هو انخفاض مؤشر التدخم في شهر 8 سنة 2017 تحديدا كان معدل التدخم 33.3% يعني إيه كده يعني كان سعر السلعة التغير المؤشر ده بيقيس التغير في أسعار السلعة سواء كان بيقيسه بمعدل شهري أو كان بمعدل سنة في 8 2017 وصل التدخم تجاوز حدوده 30% فبالتالي السلعة اللي كنت باشتريها بألف جنيه نحط عليها 300 جنيه كمان زيادة وصلت لألف 133 تحديدا وده كان نسبة كبيرة جدا 33% 33% لما حصرنا التدخم وطبعا انحصار التدخم أو ان انت تعالجي مشكلة زي مشكلة التدخم لازم يكون فيه تدخل من أدوات السياسة المالية والسياسة النقدية بيخش البنك المركزي بوضع سياسات والحكومة كجهة ننفيذية بوضع مجموعة من السياسات اللي تؤدي ليه انخفاض التدخم ومحاصر التدخم في شهر 8 سنة 2019 وصل التدخم لستة وسبعة من عشرة في المية فبالتالي طبعا ده الزيادة في السعر ستة وسبعة من عشرة فانا كده بحاصر عملية التدخم وصولا لان يصل التدخم لأدنى مستوى ليه من منذ 14 سنة وصل لتلاتة وواحد من عشرة في المية وده كان انجاز كبير جدا ان انا اقدر احاصر التدخم اعمل عملية حصار اقتصادي للتدخم والاسباب وعالج المشاكل والاسباب اللي نتجت عندي مشكلتين انا اعالج اصلا الاسباب اللي قد التدخم وعالج الاسباب المترتبة على التدخم واحد منه واحد منه واعمل عملية نوع من انواع الضمان الاجتماعي للمواطن علشان اقدر ادعمه وبالتالي اعمل عملية تخفيف للاسباب المترتبة على التدخم خلينا نقول ان النهاردة في بعض السلع بالفعل في السوق انخفض سعرها لكن المواطن ما زال لم يشعر بعد بالأثار دي وهنقول إيه أسبابها خلينا أقول لحضراتك مثال بسيط إحنا استهلاكنا من الأمح 16 مليون طن سنو إحنا بنستورد منهم 50% يعني إحنا بنستورد من 8 إلى 9 مليون طن والباقي إحنا بيتم إنتاجه محليا خلينا أقول لحضراتك أن طن الأمح كان بـ 5600 النهاردة وصل أربعة 500 فليه الأسباب ليه الانخفاض ده حصل الانخفاض ده كان مدعوم كمان بفكرة أن الدولار نزل يعني سعر الدولار لما ينزل أقل من 16 جنيه في حين أنه في لقطة من اللقطات وصل لـ 19 جنيه وعدت 19 جنيه وكان يقترب تماما من العشرين جنيه فأنا لما أحط سياسات اقتصادية السياسات دي تؤدي إلى انخفاض سعر الدولار وبالتالي أنا بدعم العملة المحلية وبالتالي لما هاجه هستورد الاستيراد ده الفاتورة بتاعته هتقل لأن الدولار لما كنت أنا بجيب الدولار الواحد الدولار كان بساوي 20 أو 19 جنيه وحاجة طيب الدولار النهاردة إنبارح كان بيكان في السوق 15-85 بالضبط كان 15-85 إنبارح كويس؟ فمعنى كده أن ده يؤدي ليه؟ بيؤدي ليه انخفاض انخفاض في تكلفة المنتج اللي أنا بعرضه ليه المستهلك النهائي طيب برضو حاجة من الأسباب اللي هي اللي خلتنا إن إحنا الأسعار بدأت في طريقها لانخفاض التدريجي؟ أنا عايز أقول لك حاجة بس هنا في موضوع انخفاض الدولار يمكن إحنا أو يعني لما كنا تتكلمنا قبل كده في حلقات سابقة في برنامج قبل كده كنا بنتكلم على إن إحنا زعلنين الناس كتيرة قوي زعلنين من تعويم الجنيه حضرتك كنت من أنصار هذا التعويم جدا ده أنا كنت كمان بقول إن التعويم جيمة أخر وجيمة أخر جيمة أخر جدا ليه؟ لإن أنا ما ينفعش أسيب السوق في إيد قلة من الإحتكاريين والمضاربين بخوت الشعب المسلم معلش خاليني أقول حيك على حاجة يعني أنا واحدة من الناس مثلا كنت لما أجي أسافر هحتاج أخذ دولارات كنت بجيب الدولارات منين؟ ما كنتش بروح أبلاقيها في البنك طبعا كانت موجودة في البنك بسبعة جنيه وثمانية جنيه لكن كنت بروح أجيبها بـ 13 جنيه من الشركات التي هي بتاعت السرافة الموجودة وهي ده السعر اللي كان موجود أنا النهاردة لما كنت بجيبها من السرافة بـ 13 جنيه وهي موجودة عام دلوقتي بـ 15 جنيه لا يبقى أنا أخذها من الجنوك عادي يبقى التعويم أنا ساعتا حتى كنت عمالة أقول لك يعني التعويم ده كويس ولا وحش أنا مش خبيرة إقتصادية لكن أنت كنت بتقولي ده جيه وكويس ومتأخر يعني كان لازم يبقى بدري عن كده كمان سنة الحياة هو قانون العرض والطلب أنا ماينفعش أفضل أدعم أدعم في العملة وبرة السوق له معطيات أخرى فالمفروض أنا أسيبها ليه سعر السوق ولما هسيبها لسعر السوق لازم يكون عندي إجراءات وسياسات أتبعها من ضمنها مثلا أن أنا أقلل فطورة الاستراد يعني حضرتك أحنا ما زلنا وفقا وآخر تقرير الجهاز المركزي للتعبية العامة والإحصى أحنا بنستورد بـ 60 مليار دولار سنويا يعني معنا كده حوالي 5 مليار دولار في الشهر طيب ده حجم فطورة الاستراد طيب حجم الاسترادات اللي أنا بصدرها إيه؟ تقريبا 50% يعني حوالي 30 مليار دولار أنا بصدر فأنا عندي عجز عندي عجز مبدأي بيتروح من 25 لـ 30 مليار دولار في السنة طيب حضرتك السلع اللي احنا بنستوردها إيه؟ فيها سلع أساسية وسلع طرفيهية وكمانية طيب وده اللي خلى فترة من الفترات كان الدولار الجمروكي مدعم نحنا مسبتين وعند سعر معين طيب من ضمن برضو الإنجازات أو المزايا الاقتصادية حيات فيه سنة 2019 تحليل سعر الدولار الجمروكي وليه حصل ده؟ لأن أنا كنت بدعم لما كان الدولار غالي طيب أنا النهار ده لما الدولار بدأ ينخفض فطبيعي جدا أنا أسيبه لسعر السوق فنحررنا سعر الدولار الجمروكي نرجع ليه فكرة محصلة التدخم إيه الأسباب اللي خيادنا حصل التدخم إحنا اشتغلنا على جبهتين جانب العرض وجانب الطلب جانب الطلب طبعا البنك المركزي كان ليه سياسة تحفظية شوية في فترة من الفترات بعد تعويم الجنيف بعد يوم 13 سنة 2016 البنك المركزي ارطأ أنه هو علشان يحد من ظاهرة الدولارة الناس ما تحتفظش به التغير من الجنيه المصري للدولار ده من ناحية من جانب ومن الجانب الآخر أن أنا ما سيبش فلوس كتير في السوق فبالتالي لما سيب فلوس كتير في السوق هيحصل زيادة في الطلب على السلع والخدمات فكنا احنا مفروض نسحب السيولة من السوق فتم سحب السيولة من السوق من خلال أن البنوك وخاصة البنوك الحكومية عملت أوعية ادخارية وكانت بسعر مميز تمام الهدف منها كان حكتين أو نقطتين النقطة الأولية أن أسحب السيولة الزيادة اللي موجودة في السوق ده من جانب الجانب الثاني أن أنا أسحب السيولة اللي موجودة في السوق الموازي أو السوق الغير رسمي لأنه بقى في حافظ النهاردة أن يطلع على الفلوس دي ويبدأ يحطها فيه شهرات أو في أوعية دخلية تمام فبدأ يسحب کارات أسحب الفلوس دي من السوق فأنا هنا قللت السيولة اللي موجودة في السوق مع وجود سياسة اقتمانية تقشفية أو انكماشية شوية علشان ما يبقاش فيه سيولة قوي في السوق وبالتالي ومن ضمن الإجراءات كمان اللي كانت بتدعم الجزء ده وطبعا الإجراء ده هو تم الغاؤه في الفترة الأخيرة أو تحديدا في شهر 12 2019 الإجراء ده كان إيه؟ إن كان البنوك بتمول حوالي 30% من عبء الدخل يعني عبء الدخل للموظفين حضرتك مثلا بتاخده 10.000 الشهر 10.000 دول أنا مش همول في الأول كان بتمول 50% متاح إن عبء الدخل يصل لـ 50% كان العبء الدخل يصل لـ 30% فقط فبالتالي ما أقدرش أدي قروض للتجزئة المصرفية أو للأفراد إن هم ياخدوا قروض سواء قرد سيارة أو قرد عقاري أو قرد شخصي فبالتالي ده كان إجراء وقائي علشان أسحب السيولة من السوق ومن إيد الأفراد فبالتالي أعمل عملية انكماش للطلب على السلع والخدمات طيب ده لو إحنا جينا برضو نتكلم على أهم الأحداث اللي حصلت في 2019 أنا يمكن حقول برضو حاجة إن من أهم الأحداث اللي أنا شايفها من وجهة نظري هي القضاء على الفساد والشغل الرائع اللي قامت بيه الرقابة الإدارية الرقابة الإدارية قامت بيمكن أنا كنت زمان يعني عملت كتير قوي مؤتمرات للرقابة الإدارية والفساد والحد من الفساد كنت دايما بطلب من السادة الحضور معايا من الرقابة الإدارية حاجة مهمة جدا كنت دايما بقول لهم نفسي المسأل المصري بتاع إدرب المربوط يخاف السيف ده نسيب ننساه إدرب السيف المربوط عمره بيفك وده اللي عملته فعلا الرقابة الإدارية دلوقتي ما بقناش نسمع عن صغار الموظفين بقناش نسمع عن كبار الموظفين أي فساد موجود عند كبار الموظفين النهاردة ما بقناش نقول لك ده مدير ما ينفعش نيجي جنبه ده وزير ما ينفعش نيجي جنبه هو فيما نتعلق بس بتخصصي ممكن نتكلم في جزئية لسه يا ريت أنا عايز أقول لك يعني رأيك إيه اقتصاديا في إن إحنا بنحارب الفساد بهذه الطريقة يعني حتى كمان نبتطلع على الإعلام وما بقاش عندنا مشكلة إن إحنا نقول طيب خلينا أقول لحضرتك إن رقابة الإدارية وجهت ضربة في نهاية عام 2019 لرئيس مصلحة الدرابة المصرية السابق طبعا هو مازال طبعا الموضوع في يد القضاء ربنا يعني لسه من عرش في يد القضاء لكن خلينا نقول إن أحد العلاج الاقتصادي إن مش بس إن أنا حط سياسات قدم أنا أحارب الفساد طبعا فمن جزء محاربة الفساد ما هو الراجل اللي كان بيحتفظ بالدولار ده فساد طبعا يعني المواطن البسيط خالص لو كان بالنسبة له عايز يعمل مشروع عايز يطلع في آخر اليوم أو يطلع في آخر الشهر هو عامل مصلحة فالمصلحة من وجهة نظره في سوق ما كانش فيه معدلات توظيف جيدة وكان فيه غلق كثير من الشركات والكان الإغلاق لها وأسباب اقتصادية طبعا لما زاد لما حصل إن الدرار عمال بيرتفع فبالتالي المدخلات بتاعة الإنتاج زادت عليه فيه ناس كثيرة جدا يا أستاذ بلال كانت عامل حسابها مثلا ساي مثلا مصنع من مصنع اللي كانت بتعمل التكييف ويمكن يكون حضرنا مؤتمرات وبدأ يتنزل مش عايز أقول بس اسم الشركة وكان فعلا اشترى وعمل المصنع وكل حاجة وخد الفلوس وعمل شيء محترم جدا بعد كده جيت الدولار لما حصل التعويم السعر اللي هو كان حطه الفلوس اللي كانت موجودة معاه على إن هي حيستبرد بيها الحاجات معينة عشان قطع غيار وتأفيل في مصر وكذا أصبح السعر ده ولا أي يعمل أي حاجة فبالتالي مشروع وقف مظبوط لأن لما حصل تحرير سعر الصرف أنا بحب بس أقول تحرير وليس تعويم تحرير آه لما حصل تحرير سعر الصرف فيه 13-11 سنة 2016 لما حصل تحرير سعر الصرف فيه أضرار كتير نتجة طبعا أي تصرف اقتصادي هو عملة ذات وجهين فيها فرص لبعض الناس وفيها تهديدات وأثار سلبية لآخرين من ضمن الأثار السلبية لتحرير سعر الصرف أن سعر الدرار بقى مطلق للسوق وكان اللي بيحدده طبعا السوق وناتج العرض والطلب وقلياته وقلياته فبالتالي ارتفع سعر الدرار لما ارتفع سعر الدرار النهاردة احنا للأسف شديد أنه كان جزء كبير من المصنعين بيعتمد على المواد الخام المستوردة من الخارج أو أنه بيعمل عمليات تجمعية لكثير من المنتجات اللي بيستوردها من الخارج ويجري عمليات تجميع في مصر ده أثر على صناعة زي صناعة السيارات سعر السيارة اللي كانت بـ 94 ألف جنيه بقت بـ 194 ألف جنيه الضعف ده بالنسبة ليه السيارات طيب بالنسبة للصناعات تانية زي الأجهزة المنزلية والأجهزة الإلكترونية تكيفات والتلفزيونات كل ده زاد في حين أن السيولة اللي كانت في السوق أصلا زي ما نوهنا عنها في أول الحلقة أن السيولة دي تسحبت من السوق بفعلين الفعل الأولاني سياسة مالية ونقضية اتباحها البنك المركزي واتباحها الجهاز التنفيذي ده ده ممثل في الحكومة وجزء تاني أن أصلا الأفراد الدخول بتاعتهم ما هيقلت بالمقارنة بزيادة الأسعار فبالتالي لما زادت الأسعار ما قاباش عنده جهاز التلفزيون اللي هو 32 بوصة كان بيتباع بـ 1750 و1800 جنيه قبل تحرير سعر الصرف لما حصل تحرير لسعر الصرف وصل لـ 3000 جنيه طيب السوق النهاردة بيقول إيه لأ رجع تاني جزء كبير من الأسعار يعني أحد المركات المشهورة قوي اللي هي هو بيجمع عنده مصنعين واحد للتجميع المحلي إنه هو بيجمع واحد صناعة محلية الصناعة المحلية النهاردة وصلت لـ 1800 أو 1900 سعر التلفزيون 32 بوصة طيب ده بالنسبة للصناعة المحلية طيب الصناعة اللي هي اللي هو بيجمع وصل لـ 2000 ونص أو وصل لـ 2000 فرايح الأسعار إنها يحصل لها عملية تخفيض معك وجود كمان إنه إحنا النهاردة فيه منافسة إنه نحاول السوق لفكرة المنافسة الاحتكارية للمنافسة الكاملة يعني إيه الفرق ما بين الاثنين منافسة الاحتكارية إنه إحنا خمسة في السوق بنصنع نفس السلعة فإحنا اللي بنحط التسعير للسلعة بالضبط لكن وصل إنه إحنا فيه مبادرة لي كان سلسلة من المبادرات ودي كانت برضو لو إحنا بنتكلم عن حصاد عام 2019 فكان فيه سلسلة من المبادرات تبناها البنك المركزي المصري منها مبادرة المشروعات الصغيرة ومتوسطة ودي كانت أطلقت عام 2016 واستمرت لحد 2019 الحقيقة أستاذا نيفين جامع عملت فيها شغل حلوة وفي 2018 لا هو البنك المركزي الأستاذ صاري عامر محافظ البنك المركز لا أنا بتكلم على المشروعات الصغيرة المشروعات الصغيرة ومتوسطة آه طبعا في عام 2019 برضو البنك المركزي في آخر العام أطلق مبادرتين أنا من وجهة نظري أن المبادرتين دول هو يعني قبلة الحياة والأمل للصناعة المصرية لما أطلق مبادرة البنك المركزي لدعم المشروعات الصناعية أنه ندي قروض للشركات الصناعية تحديداً بهدف حاجتين بهدف أن أنا بديله سواء كان يجيب خمات أو يجيب آلات ومعدات علشان يعمل عملية أحنا عندنا مشكلة كمان زي صناعة زي صناعة النسيج في مصر أحد مشاكل صناعة النسيج في مصر أن دي الآلات والمعدات تقدمت دي حاجات من سنة 1950 و1960 عندنا المحلة محلة وغزل ونسيج مظبوط صناعة زي صناعة الخشب وكان رئيس الجمهورية افتتح مدينة دوميات الجديدة الخاصة بصناعة الأساس في مصر لكن أحنا عندنا يظل عندنا مشكلة طبعاً مع الجهد اللي بيوم بالباك المركزي لكن أنا من وجهة نظري أن فيه مشكلة هل تعلمي حالتك أننا سابع دولة لو أحنا حطينا أهم الدول المصدرة لصناعة زي صناعة الماكارونة في العالم أحنا بنتقلد رقم 7 في العالم من المصدرين الكبار يعني لما نقول القيمة اللي بتصدر الماكارونة في العالم مصر الدولة رقم 7 في التصدير بالرغم أننا من الدولة رقم واحد في استيراد المادة الخام اللي أنا بصنع بها الماكارون يعني أنا بستورد الأمحة اللي بتحول لديه عشانا صناعة أنا رقم واحدة طيب هو مش عيب أن أنا استورد المادة الخام بالمناسبة لو أنا هستورد المادة الخام لكن هطلع تاني وأعيد صناعة عامل عملية صناعة هنا فأنا شغلت مصانع المصانع دي لما اشتغلت استوعبت كثير من العمالة اللي موجودة في السوق فده هدف اقتصادي في حد ذاته رقم 2 أن المصنع لما هيشتغل مش بس العمالة المباشرة لا ده كمان في عمالة غير مباشرة العمالة الغير مباشرة المقاول اللي عمل المصنع الأسطول النقل اللي اشتغل بيه المصانع اللي فيها تعبئة وتغليف الذاك فأنا شغلت أيدي عاملة كثيرة طيب ده جزء الجزء التاني ده بسميع يعني غير مباشر يعني عمالة غير مباشرة الجزء التاني أن أنا لما هصدر برده فبالتالي عائد التصدير هيكون بالعملة الدولارية فبالتالي أنا هعزز الاحتياطي النقدي الأجنبي وفي نهاية 2019 برضو حصل أن في حاجة مبشرة جدا أن الاحتياطي النقدي الأجنبي من العملات الأجنبية وصل فترة من فترات لي 13 مليار دولار وده مؤشر كان سيء جدا كلام ده كان سنة 2013-2014 في نهاية 2019 وصل لـ 45 و 4 من 10 مليار دولار وبالتالي الـ 45 و 4 من 10 مليار دولار دول بيغطوا احتياجات مصر من الاستيراد لفترة من 8 ل 9 شهور لأن احنا زي ما قلت لحضرتك أن احنا فاتورة الاستيراد من الخارج بتصل لي 60 مليار دولار خلينا سألك هنا سؤال بقى احنا ماشيين صح اقتصاديا والإصلاح الاقتصادي اللي حصل في الأعوام اللي فاتت من أول 2015 لغاية 2019 اللي احنا وصلنا له النهار ده في 2020 ده بيدل ان احنا ماشيين على خارطة الطريق الصحيح السياسة الاقتصادية بتدار فيها في عيوب وفي فرص احنا في فرص قدرنا نحصل عليها من عام 2019 ايه الفرص اللي انا قدرت أحصل عليها رقم واحد ان الاحتياطي النخدي الأجنبي ارتفع وصل من 13 لحوالي 45 ده إجابي جدا ده إجابي ليه؟ لأنه بيخلينا زيبيوزران بيقولوا كده ايه؟ بنلعب واحنا مستريحين يعني بلعب وانا مستريح أنا النهاردة أنا بجير منظوء الاقتصاد بيدار لدولة فاقتصاد دولة لها تأمين للحتياجات الأساسية الاستراضية من الخارج أنا بستورد الأمح اللي هو وجبة الشعب المصري بستورد الزيت يبقى أنا عندي بستورد الفول يبقى الطبق اللي بيأكله المواطن المصري الصبح هو الفول الفول أنا بستورد جزء كبير منه الزيت بستورد جزء كبير منه القمح بستورد جزء كبير منه الدواء بستورد المادة الخام المصنعة اللي بصنع منها الأدوية فبالتالي الاحتياطي النقدي الأجنبي ده بيأمنني لمدة 9 شهور فبالتالي ما عنديش مشكلة في الدولار مع أن الدولار سعره بيحصل له انخفاض يعني المعادل بتاعه بالمصري بيحصل له انخفاض بتاعه ده أنا متوقع أنه هو يصل لي 14 أو 14.5 في الفترة القادمة لو وصل لـ 14.5 هنبقوا رايبين جدا من السعر بتاع 13 جنيه اللي كنا بنجيبه من سوق السود هايبقى تحفى كل ما احنا كل الأليات بتاعت السوق عرض وطلب كل ما انا بعزز التصدير كل ما انا ما هو الموارد اللي أنا بجيب منها أهم الموارد من وجهة نظري اللي أنا بجيب منها الدولار أنا بحصل على الدولار منين رقم واحد بحصل منه من السياحة السياحة الحمد لله فيه سنة 2019 وصلنا ليه 13 مليار دولار يعني 12 وحاجة عنه لـ 13 مليار دولار فالـ 13 مليار دولار دول مع تعافي قطاع السياحة وأنا عندي فرص كبيرة جدا في السياحة أنا دولة فيها بحر فيها نهر فيها أثار قدماء المصريين عندنا سياحة علاجية عندنا عندنا حاجة ما شاء الله عندي تنوع في المقاصد السياحية في مصر فبالتالي محتاجين نزود الفرص ونعزز الفرص من شغل السياحة وبالتالي بما يعود على تعزيز العملة الدولارية أنا عايزة من هنا عايزة أطلق حملة حملتين الحملة الأولى اشتري المنتج المصري عايزين نشتري وندعم المنتج المصري دايما أبص كده على الليبل ده صنعة في مصر أجيبه على طول طبعا مع الشروط اللي أنا عايزها مع الجودة معها 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 فعايزين نطلق اشتري المنتج المصري عايزة أطلق حملة تانية اعملوا يا مصريين سياحة داخل بلدكم الأجانب بيجوا من كل بلاد العالم ومن كل بلاد الدنيا عشان يتفرجوا على شرم الشيخ وعلى لقصر وأسوان وعلى الغردقة وعلى سهل حشيش وعلى وعلى من أمال كينجيزي وعلى أهرامات عايزين إحنا بقى المصريين إحنا ننزل نعمل سياحة في بلدنا إحنا نسافر سياحة داخلية في بلدنا ولما نطلق نحافظ على كل حاجة نبقى زينا زي الأجانب هما بيجوا بيحافظوا وبيحافظوا في الأوبين بوفي وبيحافظوا على الزرع وبيحافظوا على الشاطئ ناخد الثقافة دي ونحافظ على بلدنا وإحنا كمان ندعم سياحتنا المصرية وندعم المنتج المصري إيه رأيك في المبادرتين دول؟ مع كلام حضرتك أن الاقتصاد لا يخص بالأماني أيوة طبعا يعني حضرتك إيه لو بالأماني أنا أتمنى أن مصر تكون هي الدولة رقم واحد في العالم لكن في الاقتصاد فيه إجراءات فيه حزم من السياسات بدون تتبع يعني من ضمن الحاجات اللي هي نحول الأمنية لواقع لحقيقة لحقيقة أحنا عندنا حلم كبير قوي 20-30 نوصل لي 200 مليار جنيه صدرت يا رب ده حلم كبير قوي الحكومة بتحلامه الشعب بيحلامه بنك المركزي بيحلامه طيب خلينا أقول هل إحنا شغالين في ده؟ آه الحمد لله فيه سياسات اتوضعت وفيه إدراءات اتوضعت لكن محتاجة أن الناس تبدأ تستوعب سواء كان أقصد الناس معناها المستثمرين والمستهلكين على حد نسواء يعني إيه؟ يعني لما نقول فيه مبادرة للنشاط الصناعي في مصر المبادرة دي أطلقها البنك المركزي بنهاية عام 2019 المبادرة يستطيع أن المستثمرين يحصلوا على يحصلوا على تمويل من البنوك بسعر عائد مميز السعر العائد المميز ده 10% سنوي متناقص مصرين وأجانب؟ لا أي شركة أي شركة مش مصرين وأجانب أي شركة هتنشأ وفقا لأحكام القانون المصري فبالتالي الشخصية الاعتبارية للشركة مش أفرادها جنسيتهم بما اقترف على جنسيتهم شركة نفسها تكون مصري لما بنشي أي شركة هي تنشأ على أرض مصر فبالتالي لها شخصية اعتبارية تحصل الشخصية الاعتبارية جنسيتها مصرية بالزبط دون النظر لجنسية أفرادها فبالتالي المبادرة دي بتستهدف أنها تدعم المجال الصناعي فأنا لما هدعم المجال الصناعي أنا بعمل إيه؟ بحاصر البطالة من ناحية طبعا أي دي عملة؟ لأن أنا وصل سنة 2013 أن معدل البطالة وصل لحوالي 13% وده رقم كبير جدا طبعا في 2019 احنا وصلنا ل7.5% وبالمناسبة أن المؤشر البطالة 7.5% ده أدنى مؤشر وصل لي في 30 سنة الله واضح يعني ده أدنى مؤشر وصل لي في 30 سنة وصلنا لي 7.5% فعشان كده بقول لحضرتك أن فيه سياسات وإجراءات في الاقتصاد بيتم اتباعها أنا محتاج أوسع حجم الشركات يعني احنا تم إنشاء حوالي 2500 شركة جديدة في عام 2019 وفقا لتقرير جاز المركز للتعبئة العامة والإحصى فأنا كل ما بدعم أن أنا بنشئ شركات صناعية تحديدا جديدة وما يخدمها من شركات تجارية وشركات خدمية لأننا مش هينفع بس إن احنا يكون عندنا صناعة والصناعة لازم لها تجارة ولازم لها شركات خدمية تخدم على المنظومة بالكامل فبالتالي إننا لما هدعم الجزء الصناعي وده للبنك المركز النهاردة بينتهجوا إن هو بيدعم الشركات الصناعية بحيث إن هدعم الصناعة فبالتالي لما هدعم الصناعة هينخفض البطالة عدد الناس البطالة اللي موجودين النهاردة هم إيه تصنفهم أولا عندي عمال ثانيا عندي فنيين ثالثا عندي محاسبين عندي إداريين خرجين جامعة كتير جدا لا خرجين الجامعة دي مشكلة تالي خرجين الجامعة دي أكبر أكبر مشكلة لإن أنا لي وجهة نظر فيه خريج الجامعة الجامعة تؤمن مخاطر التعليم القراءة والكتابة ولا تؤمن مخاطر التعامل مع الحياة لأسف يعني أنا محتاج النهاردة أن الطالب اللي بيدرس أنا أيا كان دراسته أنا محتاج أنه يبدأ يستوعب قبل ما يجي الحلقة كان فيه حد بيكلمني النهاردة هو عايز يشغل ابنه فابنه خريه كلية التجارة وهو طبيب فهو مشكلته أنه دخل كلية التجارة وفقا والمجموعة فهو مش حابب التجارة فإحنا محتاجين المناهج التعليمية في مصر يتم مراجعتها بما يتطفق مع أحوال السوق أنا النهاردة مش هينفع أن كل الناس طالع على كترة كل الناس طالع مهانسين أو عايزين أو عايزين لا في حاجة كمان إحنا يعني يمكن الدراسات برة أو طريقة التعليم برة بنلاقي أن الطلبة طلبة الجامعات أو اللي هو التعليم العالي أثناء دراستهم بتلاقيهم بيشتغلوا أثناء الدراستهم هقول لحضرتك إحنا محتاجين نعتمد شوية على التعليم الفني محمد علي لما جه مصر وأنشأ المدارس الصناعية أنشأ أول مدرسة لصناعة الناسيق في مصر وبذلك إحنا كنا فترة من فترة إحنا كنا متقدمين الأطن المصر طويل التيلة الصناعات الناسيقية صناعة الأخشاب في مصر صناعة الموبيليا إحنا محتاجين الجزء الفني حضرتك لو كل الناس لو كل الناس سلع مدارين فانيين طويل اللعيبة أيها صح فأنا محتاج محتاج عندي على تفرى ده ده النهج اللي بيتابعه دلوقتي ويمكن الرئيس السيسي دعم جدا التعليم الفني في مصر وأصبح له شأن كويس وبقى أنت ما خافش أن أنا أدخل ابني أو بنتي تعليم فني بالعكس التعليم الفني النهاردة حيطلع لي يد عاملة هيطلع لي حد عنده صنعة كويسة وإحنا عارفين طبعا أن كل مصري يعني بجد حقيقي المصريين من الشعب اللي هما لما يكون فيهم حرفي بيبقى حرفيته علي قوي بيبقى إتقانه علي قوي بيبقى شاطر قوي عشان كده إحنا لما بنتلع برة بنبقى التب في كل حاجة سواء ده كاترة سواء مهندسين سواء فنيين سواء عمال أي حاجة بيبقى المصري ما شاء الله عليه في أي دولة بيكتسح كل اللي إحنا عايزينه إن إحنا عايزين المصري يبقى داخل المصري عنده نفس الالتزام عنده نفس العقيدة إن هو عايز ينجح وينجح صناعته وينجح بلده هيفرق كتير جدا معاه ودي حقيقة يعني العامل المصري يدر عاملة المصرية مفيش زيادة العالية بدليل إن هو بينجح بره في دولة الخليج بزاق نوال ما بيطلع بره بيشتغل وبيدعم من ضمن السياسات اللي هي نقدر نقول بريقة أمل فيها الاقتصاد المصري هو تخفيض أسعار الفايدة في ستة سبعة سنة 2017 كان سعر الفايدة وصل وفقاً وقرار البنك المركزي سلسات النقدية بالبنك المركزي وصل ليه 19.75 و18.75 سواء كان على الإداء أو الإقراض في 14.11 سنة 2019 قررت لجنة سلسات النقدية بالبنك المركزي تخفيض أسعار الفايدة لتصل ليه 13.4 12.4 فبالتالي وطبعاً في أول السنة كان فيه جلسة الجلسة دي عمل التثبيت لسعر الفايدة وصل 13.4 يعني بنكلم في 12.75 المتواصل بتاع الكوريدور ده بيدي كمان أفضلية وبيدي أريحية كمان للسوق بحيث الناس اللي بتعامل مع البنوك في قروض تقدر نخف شوية الضغط على القوائم الدخل بتاعتهم بحيث ان هما يقدروا يكسبوا وبالتالي يكون فيه عائد من جيد على الاستثمار بتاعهم كل ده بيصب في النهاية لمعدلات النمو وبالتالي احنا حققنا معدل نمو جيد من وجهة نظري فيه 2019 وصل ليه 5.7% والمعدل ده بالمناسبة مصر ما حقيتوش منذ 11 سنة تحديدا يعني 2019 شهد تفرى فيه معدل النمو انا كده يعني الحقيقة سيد بلال اللي ربنا يخليك ادتنا بريقة امل ان احنا ماشينا على الطريق الصحيح وان مصر ماشي لطريق الريادة ومصر هتفضل ان شاء الله في الريادة سعيدة جدا ان انا اول حلقات مصر الريادة تكون معاك وانها هتكون نتكلم فيها عن الاقتصاد ونتكلم فيها عن حصاد 2019 الكلام كتير مش هيخلص لكن الاسف وقت الحلقة خلص هنكون موجودين معاكم ان شاء الله بإذن الله الجمعة الجاية ونتكلم في اهم نكمل حلقتنا استأذنك عشان نكمل بقية الحصاد الاقتصادي لان ده عمره ما هنقدر نخلصه في حلقة واحدة انا عايز اهني شعب المصري تاني بعيد الشرطة وكل سنة وحضراتكم طيبين وكل سنة وحنا ان شاء الله في امن وامان وبكرة هنحتفل بعيد الشرطة وحنقدم يريد كل واحد جنب بيته اسم ياخد وردة ويروح يقدمها لزباط الشرطة وامناء الشرطة واللي موجودين بيحرصونا العين السهرة عينهم باتت تحرص في سبيل الله لا يتمسها النار فعايزين نخلي بالنا قوي من الشعب بتاعنا نخلي بالنا قوي من الشرطة بتاعتنا ونقول لهم كل سنة وحضراتكم طيبين وندعي لكل شهداء الشرطة بالرحمة والمغفرة وانحنا من شاء الله في الجنة احياء عند ربيهم يرزقون تحياتي لكم سعادة جدا ان انا اكون معاكم النهاردة ومصر الرياضة رجعت لكم تاني مع ايمان التلاوي تحياتي لحضراتكم اشوفكم الجمعة جاية ان شاء الله تسبحوا على خير